بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا خيما ليوزر باسا شديدا من لدنه ويبشر المن الذين يعملون الصالحات لأن لهم أجرا حسنا ما كتين فيه أبدا وينزر الذين قالوا اتخذ الله ومدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أكواههم إن يقولون إلا جذبا فلعلك دافع نفسك على آتر إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعدون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كان من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبتوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم مدى ورضقنا على قلوبهم إذ قام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا هؤلاء قرون اتقدوا من دونه آلهة لولا يكون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افتري على الله جديا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله يتاهم إلى الكهف ينش لكم ربكم من رحمته ويؤيئ لكم من أمرهم مرفقا وتر الشمس إذا طلعت تجزاور عن كهفهم زاد اليمين وإذا غربت تطربهم زاد الشمال ولي في فدوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تبدله وليا مرشدا وتحسبهم أيقابهم وهم ركود ونخلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلب باسف ذراعين من وصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ونبديت منهم رعبا وكذلك بعثنا من يتساءلوا بينهم قال قائل منكم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشارن بئن أحدا إنه إن يظاروا عليكم يرجوكم أو عيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعد لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم دنيا من ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم أسجدا سيقولون سلاسة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رهما بالغير ويقولون سبعة وتانين كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمارفهم إلا مراءا ضائرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعد ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم سلاسة مئة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسنع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واكل ما أوحي إليك من تكاب ربك لا مبكر بكلماتهم ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربا بالغذات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عن تريد زينة الحياة الدنيا ولا قفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا قفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع ورام وكان أمرهم فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليم ومن شاء فليقر إما أعتبنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاصروا بماء كالبغل يشوي وجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا مضيهم أجرما أحسن عملا أولئك لهم جنات عدم تدريب تحكي من أنهاء روحا لون كيام أساورا زادا ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خبرا من سودس وإستبرق المتكئين فيها على الأرائف نعمة دواب وحسنة مرتفقا وابرب لهم مسل الرجلين جعلنا لأحدنا جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أطلها ولم تظلم منه شيئا وفدرنا خلالهما نارا وكان أموص فقال لصاحبي وهو يحاول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيب هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن عددت إلى ربي لأددن صيرا منها قلبا قال له صاحبه وهو يحاوله أكفرت بالذي خلقك من كراب ثم من مطفة ثم سواك ربنا لكن هو الله ربي ولا أشرق بربي أحدا ولولا إذ قلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقلم منك مالا وولدا فعسى ربي أن يوتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع لهم طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كثفين على ما أنفق فيها وهي قارية على أرشها ويقول ويقول يا ليتني لم تشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كانه منتصرا هناك الولاية الله الحق هو خير ثوابا وخير رقبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح يشينا تذرور الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمدا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادرهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جيتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أبنى من ندعا لكم موعدا ووضع الكتاب فتر المدرمين مشفقين من ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدنا عنه حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسددوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونهم وذريتهم أولياء من دوني وهم لهم عدو ليس للظالمين بذلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المبنين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتوا فدعوا فلم يستديدوا لهم ودعنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار تظنوا أنهم موافعوا ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرتنا في هذا القرآن بالناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم صنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وموذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل يلعظوا بهم حق واتخذوا آياتي وما أوزروا مبؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يبا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطرون وفي آذانهم وقرروا وإن تدعوا إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور بالرحمة لو يؤاخدهم بما كسبوا لعددهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعدا وتلك القرى أهلتناهم لما ظلموا وجعلنا لهم لكن موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجنع البحرين أو أنضي حقبا فلما بلغا مجنع بينهم ما نسيا خوتا وما فاتخى السبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال بفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصدا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخى السبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا ندره فارتدى على آتيه ما قصصا فودبا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عيدنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما ظلمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألي عن شيء حتى أخبت لك من ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلا لقد جيت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا تغرقني من أمني عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جيت شيئا نقرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلاك صاحبني قد بلغت من لدني عزرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها بلارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شيت لاتفقت عليه أجرا قال هذا تراك بيني وبينك سأنبئك بتاوينها لن تستطع علي صبرا أما السفينة فكانت من ساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواهم من أين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب أهما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاول ما لم تستطع علي صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا زنقرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم قسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسن وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها شدرا كذلك وقد أحضنا بما لديه قبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يتاجعون يفقهون قولا قالوا يا زنقرنين إن يا جود وما جود مفسدون في الأرض فأن أجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعلموني بقوة أدعل بينكم وبينهم ربما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال من فكم حتى إذا دع له نارا قال آتوني أفري عليه فبرا فما اصطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا لهم نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا داء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومه يموت في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرفنا جهنم يومئذ بالكفرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أو هياء إنا أعتبنا جهنم للكفرين نذلا قل هل ينبئكم بالأخسرين أعمال من الذين ضرب سعيون في حياة الدني وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا سالك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الجوس هزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جينا لي فيه مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرضي لصاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا